موسيقى ها سواد سؤال عفك من فرق ما بين طو وطا وفوتر قلت لي ديك السعاب لطو كانتستعملوها من لكي يكون سنجولية مسكيلة وطا في مينان سنجولية وديك فوتر سلام عليكم بخير بالنسبة لفوتر كانتستعملوها بجج بيومي سواء كان مذكر أو لمؤنث فحل فحل غري يكون جمعوا السلام يعني يقولوا فوتر ميزان والفوتر سور والفوتر ماما والفوتر بخ والهدف ديال كمتوما يعني إما كانتتكلم مع يعني كانتكلم مع مجموعة ديال الناس وإما كانتكلم مع واحد الشخص من باب الاحترام يعني دا كان شي واحد مثلا مدير ديالي أو مثلا شي واحد كبير في السن كان احترامه وكانقول له فوتر يعني ديالك انت فوتر السيلو مثلا قلموك ولكن من باب الاحترام كأنني كنقول قلموكم يعني شخص واحد شكرا أستاذ هذا المسألة راه واضحة شكرا تبارك الله لك فوتر نستعملها في الجامعة يعني بلوغيال سواء مسكنا أو لا في من المكان اشكال وممكن نستعملها حتى فسن كلي وإلا بغينا نبرز نوع من الاحترام تقريبا شكرا تبارك الله لك إن شاء الله عز وجل كما قلت لك محتاج أحد هذه اللغات توصل معنا في رقم الواتساب من الساعة التي نعاونك تحدد مستوى ديالك وذلك الساعة إن شاء الله عز وجل تختار برنامج المناسب ويعني أن تكلموا لك على الأتمينة دياله وطريقة ديال الدراسة معنا لدينا برنامج مكتف هذه دروس بسيطة مجانية يعني كننزلها في الواتساب وفي فيسبوك وفي يوتيوب بينما إن شاء الله عز وجل كتكون معنا الدراسة يوميا ورقم خاص ديال الأستاذ باش يعاونك ويجولك على الأسئلة ديالك إن شاء الله عز وجل وتتعلم بكل سهولة وصراع إن شاء الله كنتمنى لك التوفيق وممكن تتقدر التواصل ديالك معنا في الواتساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته